موسيقى أجواء المسرحية استثنائية يعني تريند كسرت أرقام من أول أيامها خصوصا يعني المسرحية احنا عشنا أجواء جميلة جدا بكاميرات الجوال قبروا الناس حتى لا يجونها فعلا هذا السبب اللي خلى الناس كثير اليوم مشتاقة أنها تتحمس تتحمس لوجودها اليوم في مسرح بكر الشدي الكلام وين يا نرجس معانا بطل المسرحية الشخصية اللي موجودة معانا اليوم حسن البلنام أهلا وسهلا ومنورنا اليوم أهلا وسهلا فيكم أساكم الله بالخير مشاهدين أم بي سي ومشاهدين كل العرب بالسعودية والخليج طبعا شكرا على المقدمة الحلوة ما فينا سعودي معانا ولا فينا كويتي إحنا الآن دامنا إحنا هنا فإحنا عيال هنا إحنا بالكويت كلنا عيال الكويت إحنا بالسعودي إحنا بالإمارات إحنا بقطار إحنا ننتمي للخليج أنا أرفض التقطيع الحدودي الشكلي ولكن الفن إحنا بره في الدول العربية يطالعوننا يقولون لنطاش ويقولون نطاش يقولون لقرقعان وإحنا كلنا ننتمي إلى مكان واحد أستاذ حسن بأقول لك أنا قريت في تويتر لازم قبل المسرحية يعني أبحث شوي عنها وعن تعليقات الناس كل التعليقات كانت حلوة بس في تعليق مرة لفتني إن دائما حسن البلام تكون مسرحياته وكفيها قضية معينة رسالة معينة هدف معين ولكن في حدود الاحترام حتى لما يسقط على زميله والله هذا اللي قريت يكون ما في سخرية له دائما أنا يقول أنا مسرح عائلي أنا أول ما كونا القروب قلنا الكلام اللي تقوله جدام أمك واختك قوله على خشبة المسرح اللي مع زوجتك لا لأن زوجتك فيه أمر خاص وكلوز أكثر من العام لكن أمك واختك الكلام اللي يسمعونه واللي أنت تقبل أنهم يسمعونه قوله على خشبة المسرح يمكن حسن البلام في بداياته قال أشياء ولكن لما أنا صرت راعي المكان أنا بيدي أتحكم بيدي أحط قراراتي يحطينها القرارات والشباب أيضا هم مشوا على هذه الأشياء لأنه فعلا صحيح شكرا للشعب السعودي هذا الدعم اللي قاعد نشوفه بالمسرح شكرا هيئة الترفيه شكرا نصلا شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ هذه الثقة الكبيرة اللي خلاني أقلده على خشبة المسرح صحيح هذا المثال كأنه ولكت على كلامك انت قلدته بعد دقايق دخل عليك هذه ثقة فيه بو ناصر أنه خلاننا نقلده ونقول وإحنا قلدناه بكامل شخصة ولا نقبل أحد لا بالسعودية أنه ممكن يقول شيء يخدش حياء بو ناصر مو لمنصبة لشخصة وقربة وحبة من أخوتنا معاه فهذا الطلب المسرحية يعني بو ناصر عارف أنه بنقلده وجاء عمدا أنه ترى أنا يعني موافقة أتوقع هذه رسالتها جميل المكان التقليد وايد حلو الناس الناس متقبلينه بشكل رهيب الحمد لله